قبل أسبوع من الاستفتاء حول بقاء بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي تعيش للبلاد حالة من الصدمة جراء مقتل نائبة بريطانية عمالية تدعى جو كوكس النائبة التي كانت تؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فارقت الحياة إثر تعرضها لآتداء في ظروف غامضة بالسكين وبطلقات نارية في منطقة بريستيل في شمال إنجلترا جو كوكس تبلغ من العمر 41 عاما أم لطفلين انتخبت في العام 2015 في دائرة باتلي ويسبن ساهمت النائبة في حملة لإقناع الناخبين بالتصويت للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي الشرطة أوقفت على الفور مشتبها به يبلغ من العمر 52 عاما الشخص الموقوف وصفه جيرانه بالإنعزالي وأضفت الشرطة بأن البحث جاري لتعين السبب الحقيقي وراء الجريمة